ما لا تعرفها عن الجامعة العمالية؟ هل تقبل طلاب سنوية العامة فقط أم الدبلومات فقط؟ مدة الدراسة بالجامعة العمالية؟ هل هي سنتين أم أربع سنوات؟ ما هي الأماكن التي تتواجد بها الجامعة العمالية؟ ما هي تخصصات الجامعة العمالية؟ وماذا يعمل خريج الجامعة العمالية؟ كل هذا وأكثر سوف تعرفونه من خلال هذا الفيديو فابقوا معنا زهرت مؤخرة نتيجة الجامعة العملية 2024 ضمن تنصيق طلبة الدبلومات الفنية حسب ما أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي جامعة متخصصة في التنمية التكنولوجية والصناعية وتعد إحدى أهم الجامعات التي تهتم بالتطور التكنولوجي تضم الجامعة العملية التي جاءت ضمن تنصيق الدبلومات الفنية 2024 نحو 14 فرعا بمختلف المحافظات وتستقبل طلاب الدبلومات الفنية على وعلى طلاب السنوية العامة وهي جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي في مجالي إدارة الأعمال ورقابة الجودة وفيما يتعلق بالدراسة في الجامعة وسنوات الدراسة فهي تنقسم إلى سنتين للحصول على مؤهل فوق المتوسط أو أربع سنوات للحصول على مؤهل باكالوريوس وتمنح الجامعة العملية خريجيها درجتين الأولى درجة الدبلوم فوق المتوسط تخصص تنمية تكمولوجية ميكانيكا أو كهرباء لمن يكتفي بدراسة سنتين أو دبلوم فوق المتوسط تخصص علاقات سنائية ومن يكمل الدراسة أربع سنوات يحصو على درجة باكالوريوس لقابة الجودة أو باكالوريوس إدارة الأعمال وتنتشر أماكن الجامعة العملية في محافظات القاهرة والإسكندرية وطنطا والزكازيك وأسيوت والمنصورة وكفر الشيخ والإسماعيلية وبن سويف وأسوان أما فيما يتعلق بأقسام الجامعة العملية فإنها تضم تخصصات علاقات صناعية والتنمية التكنولوجية والفندقة بفرع القاهرة فقط ويعمل خريج الجامعة العملية في العديد من المجالات وفقا للقسم الذي تخرج منه أبرزها مراقب جودة في الشركات أو المصانع والعمل كمحاسبين أو في مجال إدارة الأعمال أو بالفنادق والمطاعم وفي مجال السياحة والفندقة أرحب بكافة استفساراتكم وتساؤلاتكم عبر التعليقات أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة